شدد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة أن يسمي المجتمع الدولي الأمور بمسمياتها وأن يتحمل كل من اقترف ممارسة مشين مسؤوليته وخلال إلقائه كلمة مصر بالمؤتمر الدولي شأن الوضع الإنساني في قطاع غزة أشار شكري إلى أن الصراع والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أصفر عن وضع كارثي للفلسطينيين معتبرا أن فتح ممر آمن لانتقال المدنيين في غزة إلى الجنوب ليس تطورا إيجابيا بل استمرار للتهجير الممنهج والمخالف للقانون الدولي الإنساني لقد ولد الصراع والقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة وضعا إنسانيا كارثيا أأمل أن تتصدى له الدول المشاركة في هذا الاجتماع فمن هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي أن يعمل على الوفاء باحتياجات اثنين ونصف مليون فلسطيني يعيشون مأساة حقيقية بدون مأوى أو طعام أو ماء أو كهرباء أو وقود أو منشآت صحية تم استهدافها هل يستمر هذا الوضع حتى يسقط المزيد من الضحايا الأبرياء؟ لذلك أدعو المجتمع الدولي إلى إنهاء تلك الكارثة وأحثه خاصة الدول المنحة على تكثيف جهودها لدعم فلسطيني غزة وتوفير كافة السبل للحفاظ على حقوقهم في الحياة على أراضهم